بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأخوة المواطنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم في ليلة رمضانية جديدة ومباركة بإذن الله تعالى تقبل الله منكم صيامكم وقيامكم ودعاءكم لأنفسكم ولأهليكم ولشعبكم العراقي الكريم وللأمتين العربية والإسلامية وللإنسانية جمعة أيها الأخوة المواطنون نلتقيكم على الهواء مباشرة وبرنامج ستوديو 12 بودكاست أول برنامج بودكاست مباشر في جميع المحطات الفضائية العراقية والعربية في يوم أمس كان هناك حدث أثلج القلوب وجاء بالسرور لجميع أطياف شعبنا العراقي يوم أمس كانت الزيارة المباركة للأخ رئيس إقليم كردستان العراق فخامة الرئيس نيجيرفان إدريس البارزاني إلى بغداد لحل المشاكل العالقة بين المركز والإقليم نحن من ستوديو 12 بودكاست نقولها أهلا وسهلا بالرئيس نيجيرفان إدريس البارزاني رئيس إقليم كردستان عراق في بغداد السلام هذه الزيارة تأتي وتأتي أهميتها ويأتي توقيتها لحل هذه المشاكل العالقة والاجتماعات التي تمت في يوم أمس مع الأخ الرئيس محمد شيع السوداني رئيس مجلس الوزراء ومن ثم مع إدارة الدولة الذي أسست من خلاله الحكومة العراقية إن شاء الله تأتي هذه الخطوات لاستكمال كل متطلبات إنجاز البرنامج الحكومي والاتفاق السياسي الذي في ضوئه تم تشكيل الحكومة الحالية طبعا اللقطات التي شفناها يعني بها جانب من التفاؤل إن شاء الله أن يكون المستقبل أفضل مما كنا فيه بالماضي لشعبنا في إقليم كردستان ولأهلنا في كل أنحاء العراق هذه الخطوة مهمة لعراق اتحادي فدرالي يحترم مكونات شعبنا العراقي واستحقاقاتهم وحقوقهم من جهته زعيم أهل السنة والجماعة القائد العراقي جناب الشيخ خميس الخنجر عزه الله رحب بهذه الزيارة للرئيس نيجيرفان إدريس البارزاني رئيس إقليم كردستان إلى بغداد مباركا جميع الخطوات التي تتخذ من أجل استكمال متطلبات تعزيز العلاقة بين الحكومة الاتحادية وبين حكومة إقليم كردستان العراق مما يمكننا جميعا للإيفاء لشعبنا العراقي الكريم بكل قومياته ومكوناته بما يستحقون من حياة رغيدة تحترم إنسانيتهم تحترم حقوقهم وتعمل من أجل أن نكون جميعا في عراق اتحادي فدرالي مستقر وآمن بإذن الله ومما يذكر بأن القائد العراقي جناب الشيخ خميس الخنجر عزه الله زعيم أهل السنة والجماعة كان قد كتب بتاريخ 19 آذار الماضي يقول وذلك بعد موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني بأنه ينأى بنفسه عن الانتخابات في إقليم كردستان العراق كتب جناب الشيخ خميس الخنجر عزه الله ذهاب الأخوة في الحزب الديمقراطي الكردستاني نحو مقاطعة الانتخابات المحلية في الإقليم والتلويح بمغادرة العملية السياسية يضع مستقبل البلاد برمته في خطر الحوار بين بغداد وأربيل بحضور كافة الشركاء هو السبيل الوحيد والأمثل لحل المشكلات السياسية والحزب الديمقراطي ركيزة أساسية من ركائز الحياة السياسية في العراق هذا ما قاله جناب الشيخ خميس الخنجر زعيم أهل السنة والجماعة في العراق بموقف وطني ثابت هذا الكلام كان ممتع في 19 آذار الماضي أن تأتي هذه الخطوة لأن يكون الحوار أفضل من أي شكل آخر من أشكال العلاقات بين أبناء الشعب لأنه كما يقول المثل الدارج ساعة ألف ساعة حوار ولا ساعة اقتتال نحن أيضا كمواطن صوتكم وابنكم وخادمكم يا أبناء شعبنا العراق الكريم بكل مكوناتها التي أفتخر بأنني ابن للأمة الكردية الكريمة كما ابن للأمة العربية الكريمة كما ابن للتركمان وبقية مكونات شعبنا العراقي مسلمين ومسيحيين أزيديين وصابئة من دائين أردقوا الرسالة صريحة وواضحة وجلية وليسجلها التاريخ ونحن في هذه الأيام المباركات ليس للعراق وجود على الخارطة السياسية الدولية دون احترام مكونات هذا العراق العراق من اسمه مجموعة عراق والكرد هم مكون أساسي وأصيل في العراق نحترم إنسانيتهم ونحترم نضال أمتهم الكردية الكريمة ونحترم استحقاقاتهم ونحترم طموحاتهم ونحترم حقهم في تقرير مصيرهم فإن ظلوا أو بقوا في عراق اتحادي فدرالي فعلى الحكومة الاتحادية أن تعمل جاهدة على الحكومة الاتحادية أن تعمل جاهدة من أجل البحث في كل الأسباب التي تجعل تأخر الرواتب أهلنا وشبابنا ونساءنا وبناتنا من موظفين من كادحين من عوائل شهداء شهداء البيشمرقة والقوات الأمنية البطلة من رجال قاتلوا من رجال قاتلوا التنظيمات الإرهابية البيشمرقة الأبطال والأسايش الأبطال لا يجب أن تكون هذه الاستحقاقات مساومة لأي طرف سياسي ومع الاحترام للمحكمة الاتحادية وأي قرار تتخذ المحكمة الاتحادية قراراتها قد تتغير إذا وجدت أنه المصلحة العامة تفرض وجودها من أجل مستقبل العراق العراق بدون الكرد ما لا وجود اسمعوا عني العراق بدون الكرد ما لا وجود والعملية السياسية العراقية الاتحادية وحتى في إقليم كردستان العراق بدون الحزب الديمقراطي الكردستاني هذا الحزب النظالي العريق الذي هو أحد بل أهم الأحزاب عراقة في منطقة الشرق الأوسط وليس العراق فقط منذ تأسيسي عام 1946 ليومنا الراهم لا يمكن أن تستقيم لا يمكن أن تكون هناك انتخابات حرة ومحترمة اتحادية أو على مستوى الإقليم بدون مشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني بثقله الجماهيري وبرؤياه لمصلحة شعبنا الكردي أو الشعب العراقي بكل مكوناته وأقولها وأرددها دائما وصار لسنين وأعيدها مرة أخرى لا وجود للقضية الكردية ولا للطموح الكردي في العالم أجمع بدون العائلة البارزانية وبدون فخامة الرئيس مسعود مصطفى البارزاني أعزه الله وبدون هذه الرؤية التي يطبقها الآن السيد نيجيرفان إدريس بارزاني رئيس إقليم كردستان وينفذها السيد مسرور بارزاني رئيس حكومة الإقليم فمرحبا وأهلا وسهلا نيابة عن كل عراقيين يطمح بعراق مستقر وآمن أهلا وسهلا بالرئيس نيجيرفان في بغداد فقد أنرتب زيارتك لبغداد كل طموحاتنا بأن تتحقق وأن نكون مستقرين أهلا بالرئيس نيجيرفان بارزاني مرة أخرى في بغداد السلام من تهبا سامع من جبال وعلى طفاف الهور تتفتح المو من تهبا سامع تتفتح المو وعلى طفاف الهور تتفتح المو ودعزك عنا يراعي بسيمان وعر بابا يجاوم في رعا الجنود وعر بابا يجاوم في رعا الجنود هربيجين 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 كل دعار برمز النظار هربيجين 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 كل دعار برمز تتفتح المو تتفتح المو أquel الجحل ب错 تتصبح بين النظام موسيقى المحافل بالمجد والدخيات هالوطن شركة لقراد وعرب هالوطن شركة لقراد وعرب حلوة مرة تنين نعيش الحياة قنوبنا تبكس وجنوب وشمال هربجي 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 كرد وعرب رمز النظام هربجي 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 كرد وعرب رمز النظام متهيب فانسام حضم الجمال على الباب الهوطن بس واحدون متهيب فانسام حضم الجمال على الباب الهوطن بس واحدون لو عزف عدن راعي بالشمال وعالروا بابا يجاب راعي جنوب وعربا ضيجا وراع الجنور حربي جي حربي جي حربي جي كله عرب رمز النضال حربي جي حربي جي حربي جي كله عرب رمز النضال ومساء يوم أمس السبت لأننا اليوم في يوم الأحد في مساء يوم أمس نعقد الاجتماع لإتلاف إدارة الدولة بحضور الأخر رئيس نيجير فان إدريس البارزاني رئيس أقليم كردستان العراق والوفد المرافق له في هذا الاجتماع الذي حضر فيه سماحة السيد عمار الحكيم وكذلك الأخ سيد محمد شاعر سودان رئيس حكومة العراق وأطراف أخرى يعني لربما احنا شاهدنا أيضا كان موجود بافل طالباني أنا شفت بافل طالباني أيضا كان موجود وكان الحوار حسب مصادر سياسية حوار صريح وناقش كل المشاكل وفخامة الرئيس نيجير فان بارزاني قدم الرؤية رؤية أبناء شعبنا الكردي بشكل كامل وواضح وصريح أمام كل الحاضرين لم يكن الحديث مجاملة وإنما كان الحديث صريحا جدا هذه اللقطات إذن كانت من مساء يوم أمس السبت لهذا الاجتماع الذي انعقد في بغداد حقيقة الأخ سيد محمد شاعر سودان رئيس حكومة العراق بحضور الأخ الرئيس نيجير فان بارزاني تحدث بكلمة عبر مؤتمر الصحفي قصير وموجز قال فيه بسم الله الرحمن الرحيم اليوم تشرفنا بزيارة الأخ العزيز رئيس أقليم كردستان الأستاذ نيجير فان بارزاني ووفد بن أستاذ الوزراء ورئيس الديوان بالتأكيد هذه الزيارة مهمة وهي تأتي في سياق التواصل المستمر بين الحكومة الاتحادية ورئاسة أقليم كردستان حيث دائما ما يكون حاضرا الأخ العزيز رئيس الأقليم في كثير من القضايا التي تهم الشأن المواطنين المعيشي والخدمات والباقي القضايا أو المشاكل البسيطة الفنية الإدارية التي تحصل بين الأقليم ومؤسسات أو وزارات الدولة الحوارات التي جرت هي أكدت على مبادئ مهمة وأساسية هي جزء من الاتفاق السياسي الذي شكل بمجبه الحكومة والتي تؤكد على الالتزام بالدستور ومبدأ الشراكة والتوازن وتصفية كل المشاكل العالقة تحت سقف الدستور واحدة من أهم القضايا التي تتهم أبناء شعبنا في إقليم كردستان هو صرف الرواتب للموظفين من المدنيين والأمنيين والشهداء والرعاية الاجتماعية على ضوء قرار المحكمة الاتحادية الأخير باشرة وزارة المالية بالتواصل مع وزارة المالية في الأقلية لإكمال الإجراءات التي تسبق عملية التوطين والتي تحتاج إلى وقت وهذا ما أكدته المحكمة الاتحادية في أهمية فسح المجال لإكمال إجراءات التوطين وعلى هذا الأساس بادرنا إلى أن نقوم بصرف الرواتب على ضوء القوائم الرسمية للموظفين ومن كافة الوزارات والفئات التي ذكرت ودققت من قبل ديوان الرقابة المالية في الأقليم وديوان الرقابة المالية الاتحادي ثم أحيلت إلى وزارة المالية للبدء بالصرف وهذا ما حصل في شهر شباط حيث تم صرف كامل الرواتب وشهر آذار بالتأكيد نحن حريصون على استمرارية أعمال الصرف بما لا يتقاطع مع القرار المحكمة الاتحادية وبما يساهم في تأمين هذا الراتب الذي يمثل المصدر المعيشي للمواطن مسؤوليتنا كحكومة اتحادية هي بالتأكيد الحرص على الموظف والمواطن سواء كان في الأقليم أو في باقي المحافظات وهذا يتم من خلال التعاون والمرونة المطلوبة بين حكومة الأقليم والحكومة الاتحادية بباقي الملفات أيضا خضعت البحث ونقاش ما يتعلق باستئناف تصدير النفط وأيضا التعديلات المطلوبة لقانون الموازنة للعقود المراجعة الشاملة وفق ما نص عليه قانون الموازنة الثلاثية كلها قضايا بحثت بجو من المسؤولية والحرص الكبير على استمرارية هذا التفاهم والتعاون أيضا كانت هناك حوارات مع القوى السياسية وهناك اجتماع لإتلاف دارة الدولة سوف نستضيف فيه السيد الرئيس الأقليم كل هذه الأنشطة وهذه الاجتماعات تصب بهذا الاتجاه الذي يؤكد على التفاهم والعمل المشترك بما يخدم أبناء شعبنا في كل مكان طبعا هذا المؤتمر الصحفي كان قبل الاجتماع على العقد مساء يوم السبت في اتلاف إدارة الدولة ياريت تطلع الاجتماع أيضا بحضور فخامة الرئيس نيجيربان بارزاني فهذا المؤتمر الصحفي إذن كان قبل هذا الاجتماع والاجتماع نتائجه حقيقة يعني مثل ما قلنا أنه الحديث كان صريح لكن لم يطلع موقف رسمي ولم يخرج موقف رسمي أو بيان رسمي عن نتائج هذا الاجتماع أنا سرني الآن أن يكون معي مباشرة من أربيل الأستاذ محمد زنقنة عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني الشخصي الكاتب والسياسي المهم البيشمرق البطل الذي أفتخر به دوما يعني أستاذ محمد زنقنة عرف بأنه يعطي توصيفات الدقيقة ولهذا شوفون كافة المحطات الفضائية العراقية والعربية تحديدا القلوات كالعربية كغيرها والدولية تتسابق على أستاذ محمد زنقنة حتى تأخذ آراء فإحنا سعيدين اليوم يعني نقدر ناخذ من وقتك وإحنا الآن بالدقيقة 22 بعد منتصف الليل مباشرة في برنامج ستوديو 12 بودكاست أول برنامج بودكاست في العراق والوطن العربي سيد محمد رمضانك مبارك وحياك الله سعيدا أن نلتقيك علينا وعليكم أستاذ النور صباح الخير كل عام وانت بخير عيد ميلاد سعيد وإن شاء الله العمر المديد والطويل وإن شاء الله دائما بخير والسلام ومحبة وإن شاء الله دائما نبعث على التفاؤل وعلى السلام وعلى المحبة لأن بكل صراحة 100 سنة من عمر الدولة العراقية الكل تعب أجيال قبلنا تعبت وأجيالنا تعبت والأجيال اللي بعدنا ممكن تكون بانتظار تعب أكثر من عدنا من خلال هذه التراكمات فإن شاء الله نساهم بأن نزرع بذرة تفاؤل للأجيال القادمة وإن شاء الله نرتاح من هذا التعب اللي شفنا والذي شافوا الأجيال اللي قبل اللهم أمين سام حمد أنا أريد استأذنك أنا أعرفك بسم الله ما شاء الله عليك يعني كمواطن كردي تتمي للأمة الكردية الكريمة لكن أيضا تتقل اللغة العربية نعذرني حقيقة والله أنا أتمنى أن صلي فرصة أتعلم اللغة الكردية الكريمة والجميلة والمعبرة خاصة أنها ارتبطت بشعراء كبار بأدباء كبار بنضال كبير لكن أستميحك عذرا إذا بها مجال الرئيس نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستال العراق أيضا تحدث في المؤتمر الصحفي لكن للأسف نحن لم نجد واحد يترجمنا حتى يوصل للرأي العام العربي في العراق فإذا بها مجال نسمعك إشغال وترجمنا حتى تصير الصورة واضحة بعد كلام الأخ السوداني بها مجال تسمعوا إيانا وترجم متفضلة طبعا لمعلوماتك أستاذ أنور خلال هالشوية يعني اللي وصلت بيها للاستوديو ووصلت بيها للمكتب ودخلت بيها للاستوديو أنا ترجمت الكلمة بالكامل فسمعني الصوت وأنا راح أكون وياك على هوا متفضل روحي زميل مخرج أنا سأتحدث باللغة الكردية طبعا أشكر دولة رئيس الوزراء على حفاوة وحرارة الاستقبال الذي استقبلنا إياها اليوم أشكر السيد رئيس الوزراء على كل هذه الجهود المبذولة لحل المشاكل بين الأقليم وبغداد وكل المشاكل التي تواجه العراق نحن نلاحظ بأن السيد رئيس الوزراء ما زال مصرا ومنشغلا بحل كافة المشاكل التي تواجه العراق بشكل عام وهو يتصرف بجدية لخدمة العراق وأقليم كردستان نحن سعداء جدا بهذه الزيارة في هذه الزيارة أكدنا على دعمنا للسيد رئيس الوزراء ودعم البرنامج الحكومي وفي الاجتماع الذي عقدناه اليوم مع السيد رئيس الوزراء أكدنا على ضرورة تطبيق بنود الاتفاقية التي شكلت على أساسها الحكومة ومن دواعي سروري أن نرى بأن نتيجة لهذا الاتفاق هناك حركة بعد الاتفاق الحكومي بين بغداد وأقليم كردستان والذي أشار إليه السيد رئيس الوزراء تم صرف رواتب موظفية الأقليم في إطار الاتفاق المبرم بين السيد مسرور بارزاني رئيس حكومة أقليم كردستان والسيد محمد الشياع السوداني رئيس الوزراء نتمنى أن تستمر هذه الأجواء الإيجابية وأنا أتمنى أن تكون هناك استمرارية لهذه الإيجابيات كما تحدثنا عن شكل العلاقة بين بغداد والأقليم في المستقبل وأتمنى وبرعاية دولته أن تستمر هذه العلاقة وأن نتمنى أن نتوصل لفهم مشترك في هذه العلاقة بين الجانبين لتدر بالخير على الجميع على الشعب العراقي في هذه الزيارة طبعا كما تفضل سيادته تحدثنا عن موضوع النفط صحيح أن هناك بعض المشاكل العالقة حتى الآن لكن كمبدأ هناك العديد من الاتفاقيات التي حصلت نتمنى أن تنفذ سريعا وأن تحل هذه المشكلة ونتمنى أن يعود سيد رئيس الوزراء من جولته من الولايات المتحدة الأمريكية بالكثير من المكتسبات للشعب العراقي بكثير من الخير شكرا جزيلا شكرا جزيلا سيد محمد سيد محمد الله يبارك بك أسألك سؤال أنا بالمقدمة قلت الذي أشعر بي كمواطن ويشعر بك ترى كل عراقي يعني مثل ما تفضلت 100 سنة منذ تأسيس الدولة العراقية تعبنا كافي عاد يعني العراق الحقيقي اللي يريد يستقر العراق اتحاديا وفيدراليا أن يحترم مكونات العراق وفي مقدمتها الكرد ويحترم إنسانيتهم يحترم قضيتهم يحترم كرامتهم يحترم نضالهم يحترم استحقاقاتهم يحترم حقهم في تقرير مصيرهم هذه الرسالة يعني أنت كمواطن كردي يعني شون شفتها أنه نعم البعض اللي ربما حاول يقول أن نعم ممكن يصير عملية سياسية بدون الحزب الديمقراطي الكردستاني في الإقليم واتخابات بدون الحزب الديمقراطي الكردستاني وبدون عائلة بارزاني نحن نحضر من ذلك الكرد لهم قيادة تاريخية والعائلة البارزانية والرئيس مسعود مصطفى البارزاني بدونهم لا توجد قضية كردية واللي يحاول يتحاول ويغيرهم غلطان عمر المنشق ما يكون بدل الأصيل عمر المنشق ما يكون بدل عن الأصيل تعقيبك نعم شوفوا أستاذ أنور خلينا لا نروح بعيد ما رح نتحدث عن 1920 إلى 1959 هاي الفترة كانت فترة دامية يعني فترة فيها الكثير من الأخطاء اللي حصلت في إطار الدولة العراقية يعني في تلك الفترة الإنجليز دمروا بارزان الإنجليز دمروا الكثير من القرى والمدن لكردستان وللأسف بمساعدة الحكومات العراقية التي تعاقبت من نور السعيد ومن غير نور السعيد أربعة أربعة 1959 صحيفة خبات والتي صدرت علنا للمرة الأولى وفي بغداد في عاصمة الدولة العراقية بعد عودة البارزان الخالد ورفاقه من الاتحاد السوفيتي السابق اقترحت مبدأ الديمقراطية للعراق هذا المبدأ اللي راح يشوف فيه كل مواطن عراقي أنه هو عراقي صميمي وينتمي إلى هذا الوطن بعد هذا الموضوع بعد هذا التاريخ 1961 صارت ثورة أيلول للأسف صحيفة خبات توقفت وتم الاستيلاء على مطبعتها 1961 1963 سقط نظام عبد الكريم قاسم اجا عبد السلام اجا عبد الرحمن اجا البعث في هذه الفترة إلى 2003 هل استقرت الدولة العراقية؟ بالتأكيد ما استقرت 2003 حتى هذا اليوم هناك الكثير من المسائل أو المشاكل التي حصلت مع كردستان مع الحزب الديمقراطي الكردستاني ناس هددوا أشكراء ناس هددوا بشكل علني تجينا الطيارات الـ F-16 راح نسوي لنا إغارة على كردستان على أربين على مصيف صلاح الدين وما نبقي بها ولا واحد من الحزب الديمقراطي عمي ليش يعني إذا كنا نحن غلطانين إحنا غلطانين تعالوا بيّنونا أنه هذا هو خطأكم طيب إحنا عدنا دستور وكان عدنا دستور مؤقت وكانت عدنا الكثير من الاتفاقيات ومواثيق الشرف ويا أستاذ أنور أنا ألبست زي الكرد وحضرتك تلبس لعقال نؤكد على مواثيق الشرف اللي حصلت بين الأطراف السياسية وهذه الكلمة كل الشبيرة ترى ميثاق الشرف كلمة كل الشبيرة وإحنا ولد عشائر أين كل هاي المواثيق اللي توقعت بين الأطراف والأحزاب السياسية واللي أكدت عليها كل الأطراف السياسية والأطراف اللي أكدت على ضرورة تنفيذها هي اللي التفت عليها إذن بكل صراحة حتى من صارت المفاوضات مع النظام السابق في عام 1991 عندما ترأس الرئيس الراحل مام جلال وفد الجبهة الكردستانية إلى بغداد قيل له وبكل صراحة لا اتفاق إلا بحضور الرئيس مسعود بارزاني هذا الكلام يشهد عليه الرئيس نيشيرفان بارزاني حيث سمعها من صدام حسين شخصيا بدون عمك ماكو حوار ماكو اتفاق سلم لنا عليه وقل لنا ليزعل من عندنا وخلي يجي ينورنا ببغداد وفعلا الرئيس مسعود بارزاني عمر بحورا من الدماء العفو عيد لهذه الحوارية لأن هذه لقطة تاريخية أنت الآن حطيتها بها نعم شوف الرئيس مام جلال هو اللي ترأس وفد الجبهة الكردستانية وكان معه الرئيس نيشيرفان بارزاني ممثلا عن الحزب الديمقراطي الكردستاني فلما شاف صدام قال له أنت ابن إدريس قال له نعم الله يرحم الشهيد إدريس قال له ما شاء الله عليك بعدك شاب فقال له الرئيس نيشيرفان بارزاني نعم نحن بعدنا شباب لكن بنا لسان ندافع به عن حقوقنا وعن وطننا وعن بلدنا قال له ما شاء الله عندك نفس اللسان اللي عد أبوك وعد عمك قل له العمك يجينا لا يزعل من عدنا لأن ماكو اتفاق ولا أكو مفاوضات ولا أكو حوار إلا بوجود مسعود بارزاني وفعلا الرئيس مسعود بارزاني عمر مطورا من الدماء أصلا مام جلال هو أحد من تحدث عن هذا الموقف التاريخي في إحدى لقاءاته في كتابه المنشور قبل تقريبا عشرة أعوام وأكد الرئيس مام جلال الله يرحمه قال بأنني ندمت على خلافي مع البارزاني هذا موضوع آخر لكن الرئيس نيتشيربان بارزاني بأمانة نقل هذا الموضوع ولمصلح العام لشعب كردستان وللشعب العراقي الرئيس مسعود بارزاني توجه إلى بغداد والتقى بصدام حسين والتقى بقيادات البعث عسى ولعله أن تكون أكو حل للمشكلة الموجودة في الدولة العراقية وأذكرك أستاذ أنور وأذكر كل المشاهدين في نهايات 2002 كان هناك بيان مشترك بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني 2002 يعني بعد كل هذه السنوات من أنفال وكيمياوي ووجود تعريب ووجود تغيير ديمغرافي في المناطق الكردية أشار وبكل صراحة هذا البيان المشترك للحزبين أن نحن مستعدون للحوار مع السيد رئيس الجمهورية للتوصل إلى حلول تحول دون أن تكون هناك حرب على العراق أو مسائل تتعلق باحتلال عسكري أو مسائل تتعلق بوجود دولة أخرى تأتي إلى داخل الحدود العراقية وللأسف لم تكن هناك أهدان صاغية من قبل المقابل وفي 2014 عندما حذر الرئيس مسعود بارزاني السيد المالكي قائلا له بأن هناك تحركات إرهابية في الحدود السورية وراح يدخلون للعراق للأسف السيد المالكي قال أنت اهتم بكردستان وما عليك ببغداد وصار اللي صار وتحققت نبوءة الرئيس مسعود بارزاني وفي عام 1988 يا أستاذ أنور بعد معركة خواكورك تنبأ الرئيس مسعود بارزاني باللي راح يحصل اللي صار بسنة التسعين وما بعد الواحد وتسعين وما كانت هناك آذان صاغية إذن في المحصلة من خلال كل هاي المسائل التاريخية ولو إحنا مو بحصة تاريخ لكن المشاهد من حق يعرف الحقائق من خلال كل هذا اللي حشيته في إطار التاريخ يتوضح بأنه لا عملية سياسية في العراق بدون الحزب الديمقراطي الكردستاني لا عملية سياسية في العراق من دون الجانب الكردي ولا في كردستان راح تصير انتخابات ولا عملية سياسية كاملة بدون مشاركة الحزب الديمقراطي إذن اللي ما اعتبر ما أخذ العبرة من كل هاي المواقف التاريخية فيمتى راح يأخذ العبرة بكل صراحة الرئيس مسعود بارزاني قال البارتي كشجرة البلوط راسخة الجذور. لا أحد يقدر يقطعها. ولا يقدر يقطعها من العرق. ولا يقدر يشوها لهذه الشجرة. فأنتوا كلكم شفتوا هذا التاريخ. وشفتوا كل الارتدادات التي أجدتكم. كل كبوة الديمقراطية ووقف على حيلة بعدها. وصار أقوى. وصار رصيدة أعلى بين الجماهير الكردستانية. إذن اعقلوا. الحوار هو الحل الوحيد. الحوار لدينا اليوم دستور ما شاء الله. لدينا دولة. لدينا عملية سياسية. لماذا هذا التضاد؟. لماذا هذا العداء؟. لماذا هذا الوقوف بوجه هذا الحزب؟. الذي هو الحزب الأول الذي اقترح الديمقراطية للعراق. فبكل صراحة اليوم الأمس زيارة رئيس نيتشيربان بارزاني. وضعت النقاط على الحروف. وهناك الكثير من البطاقات التي ممكن يستخدمها أقليم كردستان. إن كان هناك تنصل من العملية السياسية العراقية. وتنصل من حقوق الشعب الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني. لا نتمنى أن نتوصل إلى هذا الحل أو إلى هذه النتيجة. لكن والله يا أستاذ أنور صدقني. إذا كان هناك غدر ضد الكرد. وضد الحزب الديمقراطي الكردستاني. وضد شعب كردستان. فأقرأ على الدولة العراقية السلام. والله ما راح تشوف دولة مستقرة. لأن شفنا مئة سنة بدون مشاركة فعالة من الكرد. كيف كانت الدولة العراقية؟ وكيف نريد هذا تصير؟. هناك سؤال السيد محمد. أما أنت الله صدقني القول. الأخ باف الطالباني. هو أبن مام جلال. الذي سمع الكلام قدامه. ومر بهذه التجربة الطويلة. اليوم حاضره يطرف. ويطرف الكردي. لو يطرف إتلاف دارة الدولة. شوف أستاذ أنور. خليني ما أكون ظالم. يعني مهما كان الأخ باف الطالباني يعتبر ابن عمي. لأن بيت مام جلال هم من عشيرة الزنقنة. فمهما اختلفنا. إحنا أخوة وولد عم. يعني ما عدنا مشكلة. يعني إحنا النطج السياسي اللي جاي نعيشه اليوم. يختلف عن التسعينات. يعني يشهد الله. إذا شفت هسة حاليا الأخ باف القدامي. راح أروح أسلم عليه بكل احترام. ولكن هناك تسريبات. وراح أحكيها أن هناك تسريبات. تقول بأن هناك محاولات من قبل بعض أطراف الاتحاد الوطني الكردستاني. لإيقاف الاتفاق بين أربيل وبغداد. أتمنى أن يكون هذا الكلام خطأ. أتمنى أن يكون هذا افتراء وظلم ضد الأخبافل وضد الاتحاد الوطني الكردستاني. الاتحاد الوطني شريك قوي للحزب الديموقراطي الكردستاني. الطرفين بنوا كردستان. نعم كانت هناك اتفاقية استراتيجية أدرت على الإقليم بالكثير من المكتسبات والكثير من المسائل التي حققها الإقليم خلال فترة قصيرة أتمنى أنه لا يكون هذا موقف الاتحاد الوطني الكردستاني وأحنا متفائلين بكل صراحة أنا شخصيا من المواقف البطولية التي حققها الاتحاد الوطني الكردستاني في ثمانينيات القرن الماضي في مجابهته ومواجهته للقوات الغازية المحتلة لمدينة السليمانية وأربيل. عليما وبأي صف راحي صفل سيد بافل حتى الآن من الواضح بوجود هذا الاجتماع من الواضح بأن الاتحاد الوطني الكردستاني هو ضمن الإطار التنسيقي. هو أكسورة قاعد بصف محسن مندلاوي ومثنى السامرائي. نعم. هو بصراحة مسألة الجلوس أينما كان الجلوس أعتقد هذه مسألة بروتوكولية تعتمد على مسألة الشخص الأول في الحزب أو مسألة حكمة بالدولة أو منصبة بالدولة. يعني سيد محمد الشياع السوداني وبجنبه الرئيس نيشيرفان بارزاني. والذين يعتبر قمة السلطة التنفيذية صح. نعم. قمة السلطة التنفيذية في بغداد وأقليم كردستان. فالذين جالسين بجنب بعض. وهذه المسائل تعتبر بروتوكولية. نحن دارسيها بالعلوم السياسية. إما على أساس الحروف أو على أساس العدد المقاعد أو على أساس تاريخ الحزب أو على أساس ثقل هذا الحزب في العملية السياسية. هذا ليس مشكلة. لكن المشكلة بالمواقف. المشكلة بما سنشوفها بالمستقبل حول هذا الموضوع. إذن بكل صراحة أتمنى أن الرئيس نيشيرفان بارزاني بعد ما يرجع من بغداد. بالمكتسبات التي ننتظرها. وبعد ما أتوقع أنه ستكون زيارة للسيد مسرور بارزاني أيضا إلى بغداد بعد العيد. أتوقع لمتابعة على الأقل الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين. دولة الرئيس مسرور البارزاني سيذه إلى بغداد. ويتابع المسائل التي ستصبح. لأن الوفود المالية والحكومية هي بزيارات مستمرة إلى بغداد. إذن بكل صراحة نتمنى كل الخير من الأخباف الطالبانية. ونتمنى أن تكون هناك مواقف إيجابية وموحدة كردستانية ببغداد. سلام حمد. احتراما لأننا في خليب كردستان ولأبناء الأمة الكردية الكريمة بالعالم. اللي عندها فرصة لربما يشوفنا الآن. أنا أرجوك أن تختصر أيضا الموضوع بدقيقتين باللغة الكردية لا يعرف عربيهم يفهمنا. متفضل. نعم. كردستانياني خوشويست. سراك نتيروان بارزاني لبغداد تندين مجده زور گوري الراغياند. بشي عوش برئيز مسرور بارزاني سراك حكومتي حرامي كردستان مجده زور گوري الراغياند. المتاورواني بدسكوتي زورين هوادارين لمياني أوسر داناني كدكرية بتوانين لو گرفتو قيرانانت دربتين كتاكوتي تاكوتي لسالي 2014 وطا استهيوادارين با یک گرتوي لعينة كردستاني بطوانين خوامان بچاس پینين ببئي اوهي کسيك لدجي کسيك تر لگل لعيني هاو دجي حرامي كردستان راق بكوي یک بوني كرد زور زور گرينگا كرديني يكبن بو اوهي لو قيرانانت دربتين من او کسانيم که آموشگاري بسر کرداتي سياسي بدام با لام گرنگا ايما با یک بونو با یک ريزي خوما لو قيرانانا دربتينو هرهيزن بي بتوانين دولتكي سر با بتوانين دولتكي ساقامجيرو سر بخودروز بكين اگر بيتو لعينة سياسية هاو دجا كرد بيانوهي ام عراق ساقامجير بي بيانوهي ام عراق ساقامجير بي بيانوهي اوهي با دستور بقرنوهي ما في كرد لوزياتر سيتر فراموشنكا ستصال لهيستان بياناكرا يستاشيستان بياناكرا زور سباس وشكرا لك استاذ انور شكرا جزيلا بس امانت الله يمسلمني علينا بالكردي متفضل قلوهم بالكردي انور يوصل يوصل لعيني قلوهم يسلم عليكم ويقول لكم احنا بدون الكرد العراق ما لا وجود بدون احترام الكرد وقضيتهم ونضالهم واستحقاقاتهم احنا كعرب نشعر العراق ما لا وجود فأتمنى تقول لهم هالكلمتين كردستان يعني خوشه ويست نعم كردستان يعني خوشه ويست هاوري و دوستي عزيزم كاك انور الحمداني صلاو تان لدك برراشكاوية و پیتان دللي دولت عراق ببه كرد هیچ سنگه چی نابه دولت عراق ببه بجداري کردنی كرد دولت چی به هز نابه هزی دولت عراق لبجداري کردنی كرد صلاو تان لدك و هواي عینده چی باش تان بود خوازه و هواخوازه ببرایتی هردو لا ببرایتی کردو عرب ام دولتا سقامجير با ام دولتا بردوان با او اجداله ببه كرد ام اعراب ناتوانين ام دولتا بره و ببه شكرا جزیلا لبيش مارق البطل عضو الحزب الديمقراطي کردستاني الكاتب السياسی المهمل استاد محمد زنگنه شكرا جزیلا لكم ايها الصديق العزیز والاخ الفاضل شكرا جزیلا ايها الاخوة المواطنون بما انه احنا ما زلنا معاكم على الهواء مباشرة وبرنامج ستوديو 12 بودكاست اول برنامج بودكاست مباشر في القنوات الفضائية العراقية و العربية ايضا نروح الى الى الجانب الاماني في هذه الليالي المباركات ومتابعة لرعاية الكريمة من قبل جناب الشيخ خميس الخندر عزه الله زعيم اهل السنة والجماعة القائد العراقي لفتيان العراقي واشباله وهم يواصلون دوراتهم في تعلم القرآن الكريم واحكام تلاوته وقراءته نقدم لكم اليوم الفتاة العراقي احمد مفيد خالد عمر عشر سنوات وهو احد تلامذة الدورات القرآنية في جامع سيدنا علي ابن ابي طالب عليه السلام رضي الله عنه وارضا في مدينة الفلوجة وهو يحفظ حاليا ازاء من القرآن الكريم الى الفلوجة المباركة عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري أدعو الله تعالى أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه العظيم وتقربا من جنابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أني الطالب أحمد مفيد خالد من سكنة قضاء الفلوجة أحد طلاب الدورة الدامية في جامع سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه أشكر الشيخ خميس الخنجر وكادر قناة الفلوجة وستوديو 12 لتاحة هذه الفرصة والآن سأتلو ما تيسر من سوعة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم أتأمرون وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق الله العظيم صل على الممجد حبيب الله الأوحى صل على الممجد حبيب الله الأوحى الكامل المؤيد فدر الدوجة محمد أيها الأخوة المواطنون ما زلتم على الهواء مباشرة وبرنامج ستوديو 12 بودكاست أول برنامج بودكاست في جميع المحطات الفضائية العراقية والعربية أيها الأخوة المواطنون في ليلة الرمضانية المباركة يسرنا أن يكون معنا بعد قليل بل الآن مباشرة فضيلة الشيخ الدكتور ضار إبراهيم العاصي الداعية الإسلامية العراقية الذي نفتخر به في العالم أجمع وفي هذه الليالي المباركات أيها الأخوة المواطنون وبينما يمر به أهلنا في غزة الصمود من مواجهة العدوان الصهيوني المستمر منذ أكثر من 185 يوما نقول من بغداد إلى القدس ومن الفلوج المباركة إلى غزة الصمود الدعاء لله عز وجل بالنصر والفتح المبين اللهم آمين أيها الأخوة المواطنون فضيلة الشيخ الدكتور ضار إبراهيم العاصي أعزه الله ضيفا كريما معنا ومعكم فحياكم الله وربضانكم بارك الله بارك الله فيكم وندعو الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر العظيم الكريم وفي الأواخر من هذا الشهر هو شهر القرآن العشر من أواخر شهر رمضان والذي ندعو الله أن نكون وإياكم والمستمعين من أهل ليلة القدر اللهم آمين في هذا الشهر شهر رمضان هو شهر نصر وهو شهر فتح وهو شهر بدر وهو شهر قرآن فأدعو الله سبحانه وتعالى أن يحقق النصر المبين لأمتنا العربية والإسلامية وكل عام وأنتم بألف خير اللهم آمين فضيلتك أكيد أنت بمتابعة يومية لما يمر به شعبنا في فلسطين وفي غزة بصراحة يعني شنو مشاعرك الله يا أخي أنور يعني ما أقول إلا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم وهذا الحديث يخص أهل الحل والعقد لذلك ما يمر به الشعب الفلسطيني يعني كارثة لا يغتفر لأحد أبدا يعني على الأمة كلها أن يوقف القتال يوقف ما ذنب الأطفال ما ذنب الشيوخ الركع والأطفال الرضع والنساء في أي لم تكن في أي تاريخ ما نسمع وما قرأنا مثل ما نرى اليوم أين الأمة الإسلامية أين علماؤها أين رجال الحل والعقد إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يأمرنا أين نحن اليوم من عمق الإسلام من عمق القرآن الكريم من عمق السيرة النبوية أمام شعب يحرق أرض تحرق بأي ذنب قتلت لذلك كارثة هذه لا تختفر والكل مسؤول أمام الله عنها يقول عمر رضي الله عنه لو عثرت بغلى بالفرات لسألني ربي لما لم تعبد لها الطريق يا عمر فكيف اليوم الدماء تسيل والعالم كله ساكت أنا أخي والله موضوع السياسة لا أحب أن أناقشها لأن اليوم السياسة كاذبة ولا يوجد فيها رجال السياسة لذلك لو كانت الأمة اليوم أن يوقف اطلاق النار في هذه الأرض المباركة ونحن خاصة في شهر عظيم في شهر رمضان يحرق الحرث والنس ما نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل بسم الله ونعم الوكيل فضيلتك أكيد أنت صارت لك فرصة أن نزور القدس الشريف لو ما صارت لك فرصة لا الحمد لله أنا زرت القدس وصليت في القدس في عام 1965 ما شاء الله قبل الاحتلال قبل الاحتلال بسنتين لا 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 وكان القدس خاضع لسلطة عمان للأردن سلطة الأردن إلى هسا أتذكر وأنا أمامي القدس وأتذكر عند محرابي المسجد الأقصى مسجد هناك مثل منارة خشب من الصاج مكان الذي عرج به رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها قبة الصخرة من يم المحراب المحراب ولذاك أنا كنت صغيرا أستطيع وكان للبركة ندخل من تحتها هذه تحت قبة الصخرة أو المسجد الأقصى هي ليست القوة يسمى قبة الصخرة هي قبة ذهبية هذه قبة الصخرة هذا المسجد الأقصى المسجد الأقصى بصفة المسجد الأقصى الذي عرج منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك هذا المكان الذي كان من معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخله الناس للبركة فدخلت أنا حتى كان والدي لم يستطع لأن كان المكان ضيق يدخلها شخص شخص أي شخص شخص يدخلها وكان القدس إلى هسانة ذكر كان فانس سياج أسلاك شائكة تفتصل بين القدس وبين اليهود يعني شو تدخيلون شو تدخيلون الجند الصهيوني شو تدخيلوا يعني الآن اللي انهزم هزيمة شنعاء يعني هذا اللي كانوا يقول عليه الجند الذي لا يقهر والجيش الذي لا يقهر طلع للأسف إحنا كنا مخوفين أجياننا من من وهم والله يا أخي لو كنا نحن حقا مؤمنين بألب الله سبحانه وتعالى صدقني لا تزعزع أي أي مكان في العالم الإسلامي ولكن عندما تخلخل الإيمان ولذلك صدق عمر رضي الله عنه عندما فتح القدس فقال أخشى عليكم أن تفتح أبواب الدنيا وينكركم بعضكم بعضا وينكركم أهل السماء ولذلك هذه عبارة سيدنا عمر رضي الله عنه لقد كنا أذلاء فعزنا الله بالإسلام فإذا ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله ولكذلك اليوم نحن تخلينا عن منهج قرآننا تخلينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن سنته وأحاديثه وقوله وفعله ولذلك صلط الله علينا ما صلط نحن أين اليوم نحن من الإسلام الإسلام اليوم أصبح عادة صلاتنا عادة وعبادتنا عادة أين الإيمان كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله هذا ونحن اليوم في بدر يقول الله صلى الله عليه وسلم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل أنتم قليلين العدد العادل ولذلك إن عدنا إلى الله سبحانه وتعالى سيعود مجد وكرامة الأمة نحن بهذه الليلة المباركة متفضل لو نسمع منك آيات المحكمات من القرآن الكريم تتناسب وما تفضلتم به بين يعني تضحيات أهلنا في غزة الصمود وتركهم لحالهم دون دون معين إلا الله سبحانه وتعالى متفضل إن شاء الله نحن في هذه الأيام اليوم 28 ليلة 28 رمضان وإن شاء الله بكرة ليلة 29 ولربما تكون هي ليلة القدر سبحانه وتعالى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم تحروها في العشر الأواخر من شهر رمضان لذلك أدعو الله سبحانه وتعالى وأقرأ بما يسر الله لي اللهم أمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقر الصلاة لذنوك الشمس إلى غزق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا أقر الصلاة لذنوك الشمس إلى غزق الليل وقرآن الفجر وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك حسى أن يبعثك ربك مقاما محبودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ومنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خصر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصروا بالحق وتواصروا بالصبر صدق الله العظيم بارك الله بك فضيلتك فضيلتك إذا نبقى بموضوع غزق قبل منتق الملفات الأخرى أهم تقدر تتابع يعني اللي جاء يعرض مثلا جزيرة هي متفردة بالعالم أجمع باللغة العربية والإنجليزية بالنقل وحقيقة مشكورة جهودها هم تقدر تتابع اللقطات والأفلام اللي جاء تطلع التقارير والله يا أخي أنور أنا تابع الجزيرة طبعا والله المواقف والصور واللي أشوفها يعني ما أقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل إلا ما أشكو ببتي وعزني إلى الله ولكن يتحس في قلبي أين حكام العرب أين حكام المسلمين حتى الغرب الغرب يعطف قبل يومين وصلني الشرطة البريطانية تخرج مباهرات يدعو بوقف إطلاق النار أكو طيار أمريكا حرق نفسه أين نبوسنا اليوم نحن كمسلمين أين أين العلماء أين العلماء كان العلماء هم أساس أين الفتاوى أين القد يعني هسا أنا مرد الدخل أنا في جمال السياسة وأمور السياسة لأن أنا أعرف الآن أن السياسة مصطنعة وكاذبة اليوم أصبحت السياسة دولار أصبحت مصاري فلوس انتهت عن واقعها الأصيل والشريف الآن إحنا في طامة كبرى ما ذنب الطفل يقتل إحنا عدنا في كندا القطة أو أجلكم الله الكلب له مكانة وله رعاية فكيف النفس كيف النفس يعني أنا والله مدى أقدر أعبر من أشوف يعني الصور التي أراها ما ذنب عمارات ومستشفيات وجوامع ومساجد والطامة الأخرى مسجد سعد ابن أبي وقاس قبل أسبوع المصاحف القرآن محروقة ومكومة أين حرمة القرآن في شهر القرآن لا حد يتحسس الآن أين العالم كله أين الأمم المتحدة وأين كل العالم تعرفوا بهذا الواقع ولكن اليوم ماذا نقول بصراحة لا حل إن إلا السماء والسماء تريد من عندها أن نعود إليها قال الله سبحانه وتعالى وإن عدتم عدنا إحنا اليوم ما إحنا أين نحن المسلمون اليوم من ديننا من غيرتنا من واقعنا اليوم إحنا نحتفل احتفالات وتشوف يعني الجرح طبيعي ولكن لا أريد أن أدخل في هذه الأمور ولكن المشكلة اليوم حتى إحنا الآن في العراق مآدب والدعوات عجيبة يعني أشوف أنتم يا علماء يا مسلمين بدلها الدعوات والفلوس اللي دا تصرفوه على الطعام والشراب أطعم الفقير سيدنا عمر ابن الخطاب جدته هدية جدته هدية من والي إذريبيجان حلوة وقدمها السفير لعمر العامل قالوا يخصوك بالسلام يا أمير المؤمنين أهل إذريبيجان فهذه حلوة لك بعدما أخذه لبيته وقال يا أم كلثوم أحضر عندنا ضيف عمر بن الخطاب يحكم الدنيا كلها ماذا كان في بيته حصات ملح وخمز يابس فمن شاف فمن شاف الوالي اختبع على الخرط وأعطى علبة حلوة فسأل عمر قال هل أكل منها فقراء أهل إذريبيجان قال خصيصا لك يا أمير المؤمنين فغضب عمر قال يأكل عمر وفقراء المسلمين لم يأكلوها خذها ووزعها على فقراء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر الوالي إن عمل مرة أقرأ هذا بس إحنا لما نسمع هذا الكلام اليوم الأجيال الآن هنسة جديدة من تسمع لربما لا تصدق إنه كوش كان سألنه أمان تل ليش لا تصدق هل لأنها فقدة الإيمان الحقيقة أم إن واقعها مرير يخليها ما تصدق إحنا ما في عدنا إيمان الآن صراحة غير إحنا ما عدنا إيمان وأنا أقولها بصراحة أن المعاملة الإنسانية وعمق الإسلام اللي درسنا وخذنا به الدكتورة ومن صغرنا احنا في المساجد مع المشايخ أنا رأيت معاملة الإسلام في الغرب لم أراها في بلاد العرب ولا في بلاد الإسلام الغيرة أين اليوم نحن إيماننا وين الإيمان رب العالمين ماذا قال في الحجرات قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان يا ريكلو نسمحها تلاوة يا ريكلو نسمحها وتفضل علي إن شاء الله أختم بيها إن شاء الله هذه الأمور التي يجب أن يتحسس أنا قرأت لك سورة العصر وأتمنى كل مسؤول في العراق أن يراجع تفسير والعصر وهي هذه الإسلام كلها فسر فسر الأمور ما عندهم مجال يعرفون معناها فسر الأمور أخوي اليوم منه بحال القرآن نحن منه بحال القرآن نحن اليوم المصيبة نحن القرآن يخوف وأنا أسمعه وهي من تجربتي بحياتي من تقرأ قرآن ما حد يسمعك اليوم اليوم الزمن المغنيات والراقصات والمطربين والترفيه من يسمع القرآن ولذلك هذا غضب الله علينا العراق وقولها للمسؤولين من الصغير إلى الكبير قول الله تعالى في سورة البقرة ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات خمسة اليوم في العراق وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون احنا اليوم في مصيبة احنا اليوم يجب أن نأخذ حزامنا من كل ما شد رسول الله مأزره واعتزل النساء وجلس يدعو ويصلي ويكبر اليوم وأن احنا مع الله عز وجل ماذا قدمنا الآن في شهر رمضان للفقراء للمحتاجين اليوم أنا في ممكن شفت أعتقد عندك رابط أو ما أدري باليوتوب في الحرية بيوت والله ما يسكنوها حشاهم يعني ما رجل أقول له لا أسف وين يعني يعني وين العراق اللي يملك المليارات العراق اللي الله خزنه جعله خزينة أرضه البترول النفط فلوسه وين وين اليوم اليوم الفقير اللي معدم مش نحكي على حكي ما يفيد ربما سؤال يعني ما زلنا نسأل السؤال ذول أو هذه الظواهر طلعت الآن بالتوكتك وبغيره وبنصات تواصل الاجتماعي يعني هي مؤلمة ومخجلة لكن في مجتمع يفترض اللي يقودوا إسلاميين يعني هل نحن مجتمع إسلامي لا لو متأسلم لا يساعدنا مجتمع إسلامي الإسلام بريء الإسلام قول وفعل الإسلام قول وفعل وعمل أين أعمالنا مع الدين نحن قدمنا للأله شو قدمنا للأله في شهر رمضان ومو بس في شهر رمضان في كل في كل نواحي الحياة اليوم في العراق أين يعني يعني يوم الحاسب يعني صار إن هل 21 سنة وين فلوس النفط لماذا ليم يبنى بيوت للنساء لماذا هذه الظوار التي جاء تطلع الآن والتي جاء يستغربها العالم الإسلامي ككل يعني حتى أشقاءنا بالخليج العربي بالأردن بسوريا بمصر بالمغرب العربي هم عدوا بنفس الحالات لربما لحكي نقول لك إش عجب أنتوا عدكم منشورة بدون حساب ولا كتاب يعني ما تطلع راقصة أو تطلع فتاة ليل عدى سيارة سعر نصف مليون وتحكي لك أنه سياسي أهدى لها يخطف هذا عليها سياسي أهدى لقاري قرآن أو مو القاري قرآن أهدى لعالم أهدى يعني قلت لك الموضوع مو ما الحلقة هذه الرواد من العراق هذا شون ظروفهم لهم من توفر أساتذة الجامعة مو أنت يشوف خلي شون خمس ملايين عراقي خارج العراق تعرفوني شون دا عايشين شون عايشين شون مدبرين حياتهم هذا بلد النفط والله سيقفوا كل مسؤول ولذلك أناشد ولو ما يفيد المناشدة قلنا ذاك المرة في برنامجك وقلت لهم أمامي وأمامكم قول الله من يسمع ما حد يسمع ولكن وين وين يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل مرء منهم يومئذ شأن يغنيه وين هذا سنقف أماو الله كله حياة زائلة يعني ما يخافون الأمراض لربما يبتلي رب العالمين ببلاء ببعض ولكن ما قد ناسين الله فضيلتك يعني أنت قبل سنة كنت وياهنا قبل عام في رمضان ودعيت وتمنيت على الحكومة أنه تطلق صراحة سجنة الأبرياء صار السنة ما بات استجابه لا البرلمان لا الحلبوسي ولا غير الحلب ولا هيبة ولا عبطة أنا صراحة أقول أنا ليس سياسيا أنا محمديا وأقول ما قال القرآن وما قال ربي والله ما أتنازل عن قول الحق لو كان على دمي ولكن أين الرجال ماكو رجال الرجل من يقول كلمة يجب أن ينفذها رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب من يخاف اليوم وين أين الإيمان احنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ثلاثمية وثلاثة مجاهد معه في بدر ورب العالمين نزل الملائكة وانتصر على قريش وفتح مكة برمضان بالإيمان الإيمان المن تنادي هذا الموضوع وأنا قلت لك هذا الموضوع أكبر من ما تتصور ولذلك واحد ما يسكو إلا كما يعني يعني هو القراء عراقي لو ما عراقي بيديران وبيد أمريكا يشير الله يا أخي لو كان عراقيا لأجبر من أول المر من أول الأمر كان يحل ولكن الأمر أنتو تعرفوه والوسائل الإعلامية كل هذا تعرف فلان عين منه وفلان منه جابه وفلان واليوم بيني وبينك أخوية الكرسي رب وأنا أقولها على المنابر على المنابر في خطبي اليوم الكرسي أصبح رب يعبد الدولار يعبد ويأخذوها باشر للقبور وين رح يأخذوها ترى اليوم نحن غير قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه والله البرحة كنت أفكر بها قبل دومي من حيما صغير لا يرى في العين مثل ما قال أبو بكر رضي الله عنه رسالة الكسرة قال يا كسرة من أنت تتكبر على الله وقد نزلت من مجرى البول مرتين من صلب أبيك وأمك هذا الحيمن اللي أنت لا ترى في العين المجردة ويكبر ويجي خاصم الله استغفر الله ويجي يصير فرعون كيف الله يريد ينصر بأحد هذه أكبر مثال الله برب النية ترى معركة أحدية ليست خسارة للمسلمين قائدها رسول الله واستشهد بها بطل الأبطال حمزة عم رسول الله وسبعين من قريش من المسلمين لماذا كان الله سبحانه وتعالى يغير المجرى بداية أحد انتصرت ولكن درس ليعطي رب العالمين لصحابة رسول الله وإنه وإنه أن لا نخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحمل جبل أحمل جبل قال حتى إذا قتلنا لا تنزل يا أخي ولكن كانت المصيبة وما حدثت فرد ولكن حتى في الخبراء العسكريين يقولون أن معركة أحد هي ليست خسارة إنما هي نصر لإطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان انتصر بها من يطع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره وفي حكمه ولذلك الإيمان لأنه لأن ما التزموا ما التزموا هذه الرسالة أنت الآن اليوم لو قدامك رئيس الوزراء الأخ السوداني شا توصي بهذا النفس الإيماني والله أوصي أنا قلت لك كلام الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول له هذا الكرسي لو دام إلك لدام لغيرك ومن كان يجلس عليه اجعل في زمنك وفي وقتك وفي حياتك هذه حسنة في عمرك وحسنة في صندوق عملك في قبرك شلون شي سوي هل يستطيع لا أعرف يجاوبني شي سوي هو هو يجاوبني هل إن عنده عنده خطوط حمراء هل إنه قادر على حكم العراق 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 ليس هيين أخي أنور العراق ليس هيين العيون كلها على العراق الحكم العراقي لا دا حكم كما أقول أنت توصيه أنه شي سوي حتى يحقق هذا ما يستطيع ما يستطيع بقدره أن ينظر إلى القرآن الكريم يعمل بما أمره الله لا يسمع من قيل وقال ومن فلان وعلان وإن كان عنده مستشاري فيجب أن يدرس ويتدارس كل أمر فيه مصلحة الأم لما عندنا هذا العدد الكبير من الفقراء ما يطلوب منه يسوي كله الآن برقبته برقبته يحاسب عليه يحاسب عليه الإمام مسؤول أمام الله عن رأيته ولذلك سيدنا علي رضي الله عنه عندما جاءت غنائم كسرة لعمر بن الخطاب وجاء بها في كيس كبير وذهب السوار كسرة وتاجي كسرة والذهب كله فغرف قال يا أبا الحسن عجبت على هذا هذا الجندي الذي جاء من العراق لم تسول له نفسه هذا هذا الذهب والمرصح كل بالياقوت كيف يعني ما أخذ كان في الطريق ويأخذ لحبايا وصله ويأخذ قال قال يا أمير المؤمنين عفت عففت فعفت رعيتك لا 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 الله السوداني أقول لهم أنت تكون أنت عفيفا وتطبق الأمر كما جاء في قرآننا وفي سيرة رسول الله صلى الله عليه وسيرة الإمام علي والله يا أخي أنور أقولها بحرق علي علينا والحسين حسين نحن من لكن أين نحن اليوم من الحسن والحسين وأين نحن اليوم من الإمام علي نحن في رمضان اليوم وأناشد السوداني في سورة الدهر والإخوان الشيعة كلهم يعرفون سورة الدهر ويحبوها قرائتي بيها سورة الدهر بالثمانينات أنا قاريها إلهي الصده كانت قول رب العالمين ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور إذا طبق السوداني هذا التطبيق ما قال بي وما أمر بي سيدنا علي رضي الله قبل أن يأكل الحاكم يطمن على رعيته لا 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 ثلاثة أيام بضعة رسول الله منه الزهراء فاطمة رضي الله عنها لم تذق خبز كان شو وعدهم اليوم مثل القوز وماذا الأكل والمآداب التي سووها وبعدين يأكلها وذبوها كلها الله يعلم وين على كل وليم لتسألن يومئذ عن النعيم النبي صلى الله فاطمة رضي الله عنها لم تكن خبز يوم الأول أخذ وإعطاه ثاني لليتيم وللأسير وتبقى ثلاثة أيام فاطمة بيت محمد رسول الله هذا اختبار لإيمان إن القرآن إذا كان في الخصوصية أهل العراق عندنا العام والخاص فإن كان خاصا لرسول الله أو للصحابة أو لما يخاطب به فهو عمومي للمسلمين ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأناشد ونحن في رمضان الكل يسمعني خرج أبو بكر من الجوع وخرج عثمان وعلي وعمر وخرجوا والرسول من الذي أخرجكم قالوا خرجنا الجوع يا رسول الله ويذهب رسول الله امشوا معي وين إلى سيدنا أبو أيوب الأنصاري رحم الله أبو أيوب الأنصاري شوف رب العالمين أكرمه وأتى به إلى أسطنبول كان جنديا من قيادة بقيادة الجيش يزيد بن معاوية في تحرير كان إسطنبول الإسطنطينية في وقتهم فيدخل يدخل رسول الله صلى الله ويعمل له شات أبو أيوب الأنصاري ويأكلون النبي صلى الله من الصحابة ثم يقول رسول الله يقطع ضلء من اللحم ويقول يا علي خذها لفاطمة أربعين يوما لم يوقد النار في بيتها أربعين يوم ويبت رسول الله صلى الله سلم بعد ما أكلوا قالهم النبي صلى الله سلم فنبر إلى الطعام فقال والله لتسألن يومئذ عن النعيم يا حكام العراق والله ستحاسبون عن الصغيرة والكبيرة أمام الله اللي يصوم واللي يصلي واللي يقرأ قرآن واللي روحي يزور قبل هذا يغسل قلبه يغسل قلبه ويطهر قلبه ويطهر ماله المال إذا كان حراما لا دعاء ولا صلاة لماذا لا يستجيب الله الدعاء والله نقلتها قبل عشر سنين دعاء سنة وفيه الكعبة وكان السديسي يدعي ودعاء كان ساعة والله قلت ستدعو منها للصبح الله لا يستجيب الدعاء لا لا يستجيب لأن ليش الدعاء يستجاب له شروط سعد بن نبي وقاس علمنا في حديث لرسول الله قال كيف أكون مستجاب الدعاء يا رسول الله قال أكلك ونلبسك وراحلتك إن كانت حلال فادعوا الله ما تشاء ويقول سعد بن نبي وقاس ما أكلت لقمة أو لبست من ثوب أو راحلتي الدابة هي من عرق جبيني وما دعوت الله إلا استجاب الله لذلك سعد مستجاب الدعاء إحنا اليوم بحاجة انطهر أموالنا انطهر أنفسنا على الحاكم قبل لينام قبل لينام يأمن رعيته لأننا كلنا سنسأل أما العلماء مع الأسف مع الأسف علماء اليوم أي علماء مات العلم ومات أهله لا حول وقوت الله بالله فضيلتك نسمع منك الآن لحوة جرأت إن شاء الله إن شاء الله بارك الله الحديث يا أخي والله يعني أنا أنا أقول الله يبارك بي أنا أقول يشهد الله من قلبي صادق صادق وأدعو للكل الله سبحانه وتعالى أن يصلح آمين أن يصلح لا ندعي يعني النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في الطائف حتى على أهل الثقيف لم يدعو عليهم ولكن يعني قال عسى الله أن يخرج من أصلابهم لذلك ندعو الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر أن يصلح الرائع والرعية اللهم آمين ومن هذا المكان والله نحن أخوة كما تربينا وكما عشنا وأنا عشيت مثل مكرره عشنا بالجنوب وعشنا بالوساط وعشنا لا كنا نعرف طائفية ولا نعرف أبدا كنا أخوة متحابين خل يرجع العراق إلى أصله إن شاء الله إلى حضارته إلى مجده فترى العمر ما ينعرف لحظة ما نودع ولذلك عندما قرأت والعصري إن الإنسان لفي خسر استثنى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وهذه الدنيا كلها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت للأعراب آمنا قالت للأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا بسم الله ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيع الله ورسوله لا يندكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماواد وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين يمنون يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمنون عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماواد والأرض والله بصير بما يمنون 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 بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم وَأُخْرَةُ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحُ قَيْبُ نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحُ قَيْبُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ صَدَقَ اللَّهُ العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم العلامة ضارب رحيم العاص شكرا جزيلا لفضيلتكم بارك الله بكم وسلمكم الله يبارك بكم تسلم تسلم الله يبارك بكم ودعائي كما أقول ونحن في أواخر هذا الشهر المبارك اللهم اجعلنا آمين الحاضرين والسامعين من عتقاء شهر رمضان اللهم آمين من عتقاء من الميران آمين اللهم كما بلغتنا بشهر رمضان فاجعل عامه علينا من أبرك الأعوام آمين وأيامه من أسعد الأيام آمين وتقبل اللهم منا ما قدمناه وما نقدمه من الصيام والقيام آمين اللهم احفظ العراق آمين اللهم احفظ العراق آمين اللهم احفظ شعب العراق يا الله واحد كلمة العراق آمين اللهم اللهم يسر وأصلح الراع والرعية آمين يا الله اللهم أصلح الراع والرعية آمين وعد مجد العراق إنك أنت الرب الرحيم الأكبر آمين آمين أنت الرب الكريم القادر أمرنا بين يديك نعم وأمرك إذا قلت كما قلت في القرآن إذا أراد الله شيئاً أن يقول له كن فيكون بارك الله بك رحمنا يا رب رحمتك وتجاوز عنا وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولساء المسلمين اللهم أحفظ بارك الله بكم بارك الله بكم شكراً جزيلاً لكم وشكراً لكم مشاهدين التقيكم بالليل إن شاء الله مع السلامة